على جمر الأزمة الاقتصادية يتألب اللبنانيون الذين أطحوا مرتهنين للبنوك التي لم تعطيهم أموالهم في وقت غادرت مليارات الدولارات العائدة للسياسيين البلاد ذلك رغم منع المصارف التحويلات للخارج ما أحدث فضيحة مدوية جعلت هذه القضية تحت المجهر ورقبة الدولية وفي تطور قضائي غير مسبوق بملف التحويلات هذه استمع النائب العام اللبناني إلى حاكم مصر في لبنان رياض سلامة وذلك بعد تبلغ لبنان رسميا طلبا قضائيا للتعاون من السلطات السويسرية حول تحويلات مالية تخص سلامة وشقيقه ومساعدته تصل إلى نحو أربعمائة مليون دولار حاكم مصر في لبنان لن يكون الأخير بحسب مصادر دبلوماسية والتي أكدت امتلاك سويسرا ملفا كاملا عن أموال المسؤولين اللبنانيين الموجودة في مصارفها توازيا مع تحرك الاتحاد الأوروبي لتجميد حسابات العديد منهم بتهمة طبيض الأموال ويكشف موقع غلوبال لمحاربة الإرهاب نجاح الزعيم الميليشي حزب الله حسن نصر الله وحده بتهريب أموال وتخصيصها بحسابات خارج لبنان تقدر بنحو مليار وستمائة مليون دولار أمريكي عبر شبكة دولية لغسيل الأموال هذا الطلب الأوروبي لتجميد الحسابات اللبنانية يبدو مدعومة من باريس والتي تصر على أحداث التغييرات جذرية في لبنان حيث بات العديد من المسؤولين الفرنسيين على قناعة بأن حل أزمة لبنان ليس بمبادرة ماكرون والتي تؤدي إلى تعويم الطبقة السياسية لسيما حزب الله الذي يحمله اللبنانيون والمجتمع الدولي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع هناك بالتوازي مع الخطوات الأوروبية لتبدو الضغوطات الأمريكية بأقل منها حيث طالب معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي الرئيس الجديد جو بايدن بفرض عقوبات أكبر على النظام المصرفي اللبناني وعدم الفصل بين الدولة وميليشيا حزب الله وعدم التعامل مع أي حكومة تضم الميليشيا أو تتأثر بها في ظل الوضع الكارثي الذي أوصلت إليه البلاد ووضعتها تحت الوصاية الإيرانية